من جانب آخر قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التعذيبية تابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم في حق مدرب المنتخب الوطني وليد دي جراغي على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الثانية من منافسات كأس افريقية لكرة القدم بالكو ديفوار المتمثل في ايقافه اربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ واكدت الجامعة الملكية في بلاغ الله ان هذا القرار جاء مجانبا للصواب خاصة وان الوقائع اظهرت ان وليد دي جراغي لم يصدر منه اي تصرف يخل بالروح الرياضية